الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية الله يرحم للا تهرى تمثيلية مسلسلة كتبها للإذاعة أحمد الطيب العلج إخراج الهشم بن عمر الحلقة الثامنة والعشرون هذا سيد الحاج واحد زجرهوت عمري ما شفتهم قالوا بغا يشوفك ما زجرهوت كتسمي الناس الرهوت وانتي يحصرها مقدبة ومقدبة هولا اسمحلي يا حزيزي الله لا اسمحلي ما نعودش وخيبانوا ليرهوت رهوت ما نقولهاش عيب حشوما عمري ما نعود ما قالوك شيش كناهو ما واحد اسمه الضاوي السمصار هو اللي جا اللول والاخور اسمه المدني هكذا قدمني نصفو السيل مدني السيل مدني ويجدي القواتي ودخلي الداوي والول يلا كل واحد بوحده حتى السيل مدني قلي بغيت نشوف سيد الحاج لان فيراد يلا اضغياء راني خاجات صباح اه فكرتيني راسل وفقه لي فكر عزيزك في الميعاد يا هل ترى يعود تيري للعش الدافي عود تيري للعش الدافي عود زيد 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 زيدا سيدي تفضل تفضل زيد زيدا سيد داوي عارف الطرق ولا هادي المرة اللي ولا فجيتي لا لا صافي صافي عارفة عارفة انت هو الحاج لا ما زال ما حجيت ماشي حتسي لا ما حجيت ما توالو يا دبا انت غير درويش الله يحشرنا مع الدرويش اه كينا كينا في الناس اللي وخه يعمل اللي يعمل ويلبس كيف مبعا يشيك ويفيك ويعمل كل مظاهر نخول قبها منشورة على وجهه درويش انا انا من هذوك الناس الدرويشة منشورة عالية ايزار ايزار مغطيني السلام عليكم وعليكم السلام هذا انت يا كسمك الدادوسي في الحقيقة سيد الحاج انا اسمي الداوي ايوا بعض الناس كيدحكوا معايا وكيكنوني الدادوسي ايوا تفضل تفضل قلس مرحبا بسيد الداوي وانت اش كتبغي الناس يقولولك الداوي ايوا بالحقيقة اسم الشورة هو الدادوس مشات علي الدادوس انا ما عندي كسر ما عندي مانع باش ما نادوا علي نجاوب غيره كانت كل فايدة ايوا السلام سيد دي مرحبا مرحبا تفضل بعدها ايوا تفضل ايوا قد لك اتايك هوا عمل 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 شراعي بديك ايوا بسم الله ايوا سيد دي بارك الله وفيك بس حولها فيها ايوا انا كنس معاش حب الخاطر جيت سيد دي نشكيلك بولدك السيل مكي مالو يا كله بس ايوا سيد دي مشيت عنده وديت له واحد لبيعه وشرياء واحد صفقة فيها ربح خالص مئات مليون الا مئة وخمسين مليون كلها فضل كلها فضل قلت لك ايوا سيد الحاج همزة سمينة وعليه يدي انا بوحدي مشيت عندها سيدي وقلت له وزعمة ما كانش من الاحسن نتكلموه في المكتب ديالي شوف الله يخليك لا المكتب ديالي ويه المكتب ديالك انا كنت فائل بهات القهوة المهم الى كنت هاد البيعه وشرياء بهات المواصفات اللي قلتي لي نعطيك خمسة في المياه ايه سيد دادوسي ايه قلتي وقل يظهر لي انت ما شري مبايع الله يهنيك ويلي من على التقليقة اقعد عسي قعد للرض واتفاهم معي قل لي اش كنت طلب كان طلب تلاتين في المياه ايوه غير قل لي غادي تولي شريك معي وخلص تماما غادي نولي شريك معك وإلى ما شريكتها معك غادي نشريكها مع غيرك وبتلاتين في المياه تلاتين في المياه وبيع رسي رخيص هادي السلم كيراها بيعا وشريها سهلة سهلة مهلة وربحها مضمون شريهنا وبيعنا انا ما غاديش نجمد الفلوس شري بيع بيه فيه شنطن وبسرعة ايوه بطبع الفلوس كلهم من عندي انا مالو من عندك وعلى لكو كانوا عندي انا الفلوس غادي توصلك انتهات الخبار هادي خبارات الهمزة ايه دب انت شريك غير بالقمونة بالجبهة بالسنطيحة انا شريكك بالخيبرة بالمعريفة بالميهنة بالنيف والشمان شوف الله يخليك ما عدني لشو قنطولف هات الكلام واتبعك انا كنت كنظنك رجل اعمال وحتى انت عندك حسات شم بحالك بحال واليد ديالك الحاج عبد الباقي ايه ولكن غلط ديالي انا لي خليت الخابياء ومشيت نقلب على الغرف الله يهنك كتعيرني ولا شنو وكتقول لي الله يهنك قلس اسي قلس اسي انتفهمو قلس عددوسي هانا قست اسمعش غا نقولك هات الصفقة عندك فيها 150 مليون غا تعطيني 30 ها هيالك 30 تامان جهدوا فهمتي وتجربتي 30 مليون حالا معند الله ايوا لا ما بغيتيش ساعة ساعة ايدا ايوا ماكس كنتي اش قلتي نوضل انجليس نوض الله يهنك اه جل هنا افهمني قلت لك نوضل انا متفق معك الله يهديك 30% على وجه الواليد 20% غير بقى على خطرك ايوا و مكونوا رجال تبغين اعطيك خطيط دي لا غير كلمتك فيها الكيفاية ايلا كنتي يود لحاجة عبد الباقي راي الكلمة حسن ميات الف كونترا غير قولي غانا اعطيك 20% وهالبيع وهالشاري بيفي شنطن ايوا تكلم سمعني ايوا المهم صافي غانا اعطيك 20% وكملات البيع وشريع بسرعة البرق اودي اسيد الحاج ايوا منش دينا الفليسات سيدي المكي كبرت كرشو وبغي يأكلني يبلعني فعوة 30 مليون على شتافق ناق اعطاني 15 ايوا اجدهرلك اودي اسيد الحاج ايوا 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 سيد دادوسي افكرني شنو ديك اسميه الاخرى اسمك الحقيقي ضاوي ايوا ايوا السلواء في قولي كيف كيتعامل معك بالمعقول بعم معقولة سيد الحاج ايه هي ايه او لا هي الا هداك نعمل سيد الحاج خرج من درسة الحاج عرض الباقي منعيش ايوا احتلمكي من نفس المدرسة ايه وانتي غاد تشوف ايه اهلو الوفي الله يخليك بحط ليعلمك كيفين مكان يتصل بيا اواجي عندي انت في اقرب وقت ممكن يا سيد داوي يكون هاني بارك الله فيك سيد الحاج واحدة اخر والله يمن تحرك من عنده حتى نوطق مع الامور ولكن ودي الحاج عبد الباقي حاجة خاصة انا بقول صراحة معك كل شي ضادوس الا معك انت افدي يا سيد الحاج انا حاجة اخرى معك انت اسمي الضاوي ايه والله يهنك بارك الله فيك وانا ما ما كملت الشيات انتا لا صافي مرة اخرى ودي اسل الحاج مرة اخرى الله يلا ايه 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 انتي ا انا اش ما مديتش على يديك ما سبيتش ذاك المراش كتيبي وقلتي ضربك ومن اللي جينا نبحته لقينا كنتي اللي سبيته وضربته وفستيله المالمع دي الوجوه كلها بالقميش والخبيش ولقينا كنتي اللي عاملالو ضربني وكا وسبقني وشكا اه 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 قلت لك اراه نعلي بو يوجدي يا انتي من عالتيني لابوة ولا جدوه وعلى بويا انا وجددي انا بحال بو هو وجدوه هو يمكنه يكونوا حسن على أبوك أنتي وجدك أنتي زيدة فيهم دلعة وأنا متأكد ما سبلك لأبوك ولا جدك مشيت عند أخوها يرجري عليهم الخدمة بس يربي قال لي شيري تلعبي مع قرنك واش كي ناشي مرة في الدنيا عندها مع رجلها ثلاثة ديال الأولاد مشيت قول لأخوها أجري عليها لا رجلي من الخدمة أنا وعلاش؟ باش يتربى راجلك مربي وخاصك تحمدي الله عليه وولد الناس وولد الآصل مربي ومربي ومربي لسانه وخير والله ليلا قال لي الله ينعلبوها خدمة هادي علاش انتي غادي تبقاي هزاني من ودني يوين كنتي هزا من ودنه بحل القفة الله ينعلبوها خدمة وراجلك رأى بدراه وفين ما مشا يخدم واش بالصح انت اللي خطبته باش يدلوش بيا اي مليش بتكم تعلقها به قصرت عليكم الطريق وما فيها باش ما فيها عيب لوباب آلوباب راجلك رأى إنسان طيب حافظي عليه وباركة من الكيبل الكيبر والعجرافع قوت عليها بباشوية غير جد اللي يتربى قال لي الله ينعل ما قدرتش نكملها نواة كذبت علي هذك ما يقدر يسب أي مخلوق في الدنيا كبر شانو أو شغل ثانو راجلك من 18 العام واخدام معايا الجد والمعقول والصدق والآمان والآمانة ما يشرب ما يكمي اي وانا اللي قلت لخوك عبد المالك ياخد من عنده المشروع متاعه الكبير من ناجح والنجح رأى كيرجع الراجلك وانتي غاديالة عند عبد المالك باش يجري عليه رأى جرع لي يا انا وعنده الحق أبا أبا العزيز الغالي الله يخلك الله يرحمي الله للطهرة غوت على رجلي غوت عليه غير شوية غير شوية أبدا أبدا أنا غوت عليه أنا ما غدي شي نغوت عليه أنا كان عارفه مضلوم وربما غدي عاود يكون مقموش باركاليا من الحماق رأى ما بقيت شي قداد تصرفة الحمقاله وجاء رأى كي على الأقل رأى كبرتي وعندك أولادك يوى على الأقل أبا غير صالحني معاه لا اللي عقدها بيديح اللابسني أنت اللي غدي تصرحي أمورك معه وحاولي تفهمي بأن المرأة العاقلة كاتفرد احترامة على رجلها عارفتي هاش كي يخسكي ده بتطلبي مني اليوم من بعد النجاح الكبير اللي حقك رجلك مع أخوك عبد الملك أه شنو تكلم مع أخوك عبد الملك يجيدو في الأجرة ويجيدو في نسبة الأرباح باش تحسن الوضعية ديالكم المادية هذا اللي كان خسكي تطلبي مني وزع ما لو كان طلبتها منك أنا تعملها أو حتى هي تردها فوجي أبا هذه راني عملتها بلا ما تطلبها مني إيواء لو كان مشيت أنا دابا عند خوي عبد الملك لو كان قلي شيري تلعبي مع قرانك منها لما تحليش يتمشي عنده أنا تكلمت معه وبتداء من هات الشهر الأجرة مضاعفة الزيادة مية في المية ونسبة الأرباح السنوية من خمسة في المية طلعت لعشرة في المية والخير القدام أخوك عبد الملك واقف شوية ولكن طيب وكريم والله أبي لقلي شيري تلعبي مع قرانك واح قصيدة ربي واحتذبا غادي نقولها لك أنا إما غادي تمشي تصالح ما راجلك ولا شيري تلعبي مع قرانك وهنا نقدر نخسر خاطر ببا قلت لك عزيزي في الحمام أو ما زل ما قلتها لكش واش غادي يغسل أو غير غادي يحسن وش كون يعرف ما تشاورش معايا وأنا ما دخلت ليش في عقله هو بعدها ما تعرفوش علش مطوين غامض أو لا وبعدها نترك صاحبه من الطفولة انت اللي ممكن تعرفوه مزيان يك هو رجل غامض إذا بغا يكون غامضكي واللي غامض وانت يجبك لهذا الفضول إه عندك الحق أنا فضولية هادي هي الأفة متاعي فضولية بزاف وانت بعدها من لي دخلتي بهذا البس الشبابي وأنا كنقول مع راسي واش نسولك علش لابس هاد شي ولا لا ولا ندخل سوق راسي دخل لي سوق راسك ندخل سوق راسي ما قلت يعيب عباد الله يا عباد الله من لي دخل هنا وحضيني بعيني غادي يكني ما طيحش عيني مني بالكل أنا مخاصمك خليني نبقى مخاصمك هنيني في كل ماجرى نسيني خلي لبحار يدي رائعي 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 صوتك مابي disl t Miss ذاك نهار طلت إهالي وهانا كي عاود لقول عليك الكليوم merci خلى بحار يديني أغا ديني آم لم حب إلا بعدها فعد هو أولى ماشي نسوق إني عاعي هو أنت فضولي حقي like قلتّ لي تِدبي ولي على سي راجل ولي عاكن إنت تِيد طبعني انا وألهي ماك إذب عليك والله على نفسي والله عباد الله إلا جاب لي الله شي ولد الناس بغيت غري يغطي لي راسي بغي يلحلان وبغي ينتزوج وأنا قلت لك ولد الناس موجود وفي الحقيقة بحل يقول لك كي ينجوش ديال ولد الناس وأنا قلت لك بغي غير واحد مناسب زوج المرة ما عنداش لحق فتاعدد بركة من المزح أنا كنتكلم معك بالجد كي ينجوش درجة تخيري واحد فيهم شايب وشباب إياك؟ أو ماشي هكذا؟ تقريبا شباب وقيل وكيف عاملين؟ قول لي عافك يمكن غيرك أتضحك علي وها وخانت تكون غيرك أتضحك كتقسل الوقت أنا رأى عندي حديث الزواج ما فيه مزح ممتع قلت لك أنني أتكلم معك بالجد ونا رجول لا يمزح في المواضيع الجدة صباح الخير الأستاذ عصفور سعد الله صباحك جيت في الصباح بكري ولدي ما أقوله لك يوا ها نصلي وأنا معك بالحق درج درج أعطيني شوية من داك الفصحة أعطيني شوية دلعامي يلا يخلك على ما صليتيش الفجر غضرني النعاس يامنا؟ نعم عزيزي وجدين الفطور في المنزة؟ واجد واجد عزيزي في المنزة؟ أي في المنزة؟ شوفي الأستاذ عصفوري لتشاشي عاجة ودوزي هالمنزة أنا جاي يال يال تفضل تفضل للأستاذ شحال في عمر هاد الراجل الكهل؟ عافك بالصدقه بالصراحة فيت الأربعين فيتها زي ما في وسطها؟ أو من وسطها اللي هي؟ ايوا صدق حبيب الله كي يتقطق على الخمسين إيه كي يتقطق على الخمسين واش كي يتقطق عليها من الداخل أو من برا؟ واش غاتي نقولك؟ ضينا حيال شنين أش غاتي نقولك؟ أش غنقولك؟ الحق وعندك تقولي شو حاجة آخره من غير الحق كي يتقطق على الخمسين من على برا؟ هي كي يتقطق على الساتين من الداخل؟ وهو كذلك ولكنه ما زال شد فرصو ما زال في شي تصبينا؟ كتر من صبينا وبخيره وخميره وجاهز من كل ناحية غادي يفشك ويخنتك ويتهلا فيك ويعملك عماما في قراصه ما يخليك لا تخدمي لا تردمي غادي تعيشي في دارو انتي هي مولة الري وانتي هي مولة الصور حرية في بستان يوا شكون هو هاد عريس الجنة؟ عزري الجنة؟ لا لا هادها ماشي عزري هادا متزوج بسلامته ابو لادو ما سليه المرأة؟ وهاب حال دك الشي ياك ماذا كل هجال اللي عنده تسعود ديال لولاد ستاديا اللي بنات؟ الحاج شاي اهلا نسيد الحاج يا امنا سيلي لشغلك وما الدوزي ليحتموا كلما فهمتي؟ ولو يكون سيل وفي براسه إليك الوفي قلو يعاود يدور دبسع والحاج؟ الحاج شكون الحاج؟ شامي أصبر أصبر آه أستاذ عصفور واش عندك معايا شاح ديال طويل؟ لا 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 في حدود ربع ساعة حاضر صارة بالبل وانتي لعاود بغتي تغني شدي عليك بيتك وتغني حتى تشبعي سمعتي؟ حاضر صارة بالبل يا ما ورأك يا شيق العرب أتمنى أن تكون لديك أخبار صارة انت كتقولي الدريجة وانت كتخطبني بالفصيح واش زماعة أصفور أنا ما كان عارف شاي العربية؟ آه كتعرف حق المعريفة ولكنك كتستفزني بالأخطاء المتعمدة لا 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 بلا مبالغة ألفقي وإلى أخطأ ترك أن أخطأ بالصح المهمة شو بغيت تقولي؟ البلجيكي عاود أعملها واش في بالك؟ عاود طلق في بالي في بالي هاتشي في بالي هاتشي في بالي هاتشي وصفور وعندك ش جديد؟ البال حجي عندي لمشي معا نخطبلو وحدا من بنات داك السين مدني واش عارفتيه؟ سالكا في ودنيها تسميها هادك السين مدني اللي عنده قطة من البنات؟ نيه وعبد الكريم من انطح على هاتسين مدني بول بنات؟ شكون ورالو؟ المكي هاد المراش شو مجاش يلدى ساكن عند المكي يوه دي هي عاتو إيه لا ما سكن عندي كيمشي عند خوه المكي وانت ما زال ما قلتك ويلو يوحكالي على كل شي إلا على هات الخطوبات وعبد الكريم راه ما عنده حد في الازواج ما عنده قلب الدب عنده طبعه وعنده قانته ولكن ماشي صعيب وراطيب بالزعاف الحقيقة هي هذه إنما شنه هات السبب هذا جوج طلق علم ذلك عند ضربه في كتب الحاج اجت نصور معك واشنوشي معه على الخطوبة أو نبعد إيه وإلى قبل تقول لسي المدني هذا الرجرة هات زوجه طلق ربعا دي العيالات سير معه وهاتش اللي قال ليه هو بنفسه عبد الكريم أي يا عبد الكريم شوف عمي عصفور خيل مكيح كالإعلاد العائلة وأنا عود بحت من جهة أخرى سي المدني الله عمرها دار من ناس الملح يواهو نقول له باللي انت فيك جواج ولا ما جبدوش هاد الموضوع لا لا غادي تقول له بأنني تزوجت وطلقت أربعا دي المرات أربعا دي العيالات وعندي تمنياد لولد أربعا ذكور وربعا إينات وعندي بنت مزوجة ووالدة وأنا بسيدي جد الله يخلكها عمي عصفور الوضوح الوضوح وإلا كتبت لينا المصاهرة مرحبا ما كانش من المكتاب الله يهنيها يجي بالله مبرك قال لي اسمه ولده الصغير عليك عبد الباقي تماما واحد الولد فيه كثير من المشبهة ليه أنا جده أجدك شي ربي أني مستاني تضر وأنت أرحب الرحيمين أشبهة ماشي والمشبهة ومن كانت فيه مشبهة أو شبهة من جدي فما ظلم الحاج الحاج هالشرح حرام عليك شبهة شي والشبهة أو المشبهة شي الأن آخر شبهة ليست هي المشبهة أبحال بحالة سي عصفور غير أنت الله يديك تزيد فيه وشنا هو هاللي بحال بحال الشبهة المشبهة أعوذ بالله مشيط الرجيم سعى سعيد الله لا إلا هنا أشيدي 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 خلينا حتى نفط روعة ولا قوة إلا بالله وشهادي ترزع تغدى معي إلا طلقني جن لطلعت فيه وهدني الله ها وإلا فتلو حدا وما جيت شي تغدى وحدك أو شوف شي مشبهة تغدى معك كنتم في الاستماع للحلقة الثامنة والعشرين من التمتيلية المسلسلة الله يرحم لله الطهرة كتبها للإذاعة أحمد الطيب العلج وشخصها لكم المحجوب الرجي صفية الزياني سعاد خي محمد الطلب محمد بن بار الهاشم بن عمر وحميد زيان ضبط الصوت وسجل الحلقة الحسين الخرمودي ساعد في الإخراج حميد زيان إخراج الهاشم بن عمر اشتركوا في القناة